أعتقد أن الضربة التي قامت بها إسرائيل ضد إيران يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي يعني منذ أسبوعين كانت ضدها هداف محددة وهي مصانع لها السواريخ بالإضافة لمنظومات الدفاع الجوي نحن نعلم أن إيران بتمتلك منظومة دفاع جوي قوية يعني فيها معها الاس اس 300 اللي هو بيصل إلى المدى بتاعه ومدى الكاشف إلى 350 كيلو ومدى التدمير 200 بالإضافة إلى أيضا أنظمة كثيرة جدا زي شهاب بالإضافة إلى السواريخ اللي هي تعتبر طاور 373 الطاور 373 أيضا له مدى كبير وهو بيرصد الأهداف من على مدى أكثر من 400 كيلو متر ويدمرها على 200 أيضا هناك صاروخ يسمى أرمان وأرمان دا بيكون ضد الأهداف اللي هي تعتبر منخفضة الارتفاع وليس عالية الارتفاع وبالتالي إسرائيل عندما قامت بدربتها يوم 26 أكتوبر كان استخدمت سواريخ باليستية تطلق من الجو من الطائرات نعلم أن السواريخ الباليستية تطلق من الأرض بيسهل تدمرها من قبل منظومات الدفاع الجو أما من الجو فهو تطلق من أماكن مختلفة وليس مكان محدد الطائرة ممكن أن تناور وتطلق مثل تلك السواريخ تتميز بالسرعة وتتميز بالدقة الاتجاه بيكون غير متوقع بالنسبة لمنظومة الدفاع الجوي ولكن نحن نعلم أن نتيجة إطلاق هذه الطائرات ما الطائرة منها الطائرات الـ 35 الإسرائيلية اللي هي يعني خدت رحلة أكثر من 2000 كيلومتر وكانت الخسائر هم أربع جنود فقط أنا بسمي هذه الحرب ما بين إسرائيل وما بين إيران هي حرب ألا حرب إزاي ما الطائرة مقتلة مثل الـ 35 وتزود من الجو وتقوم بالسهداف فقط خسائر أربع أفراد حتى إن في الضربة الأولى والثانية اللي هي الوعدة الصادقة التي قامت بها إيران في 13 إبريل وفي الأول من أكتوبر أيضا لم يصب يعني ثوى تدمير بسيط وكانت هناك فقط طفلة عربية هي التي تم قتلها أعتقد أن ما بين الإسنين هي ليست حرب ولكنها يعني بتعتبر فقط حتى لا يتم توسيع ضائرة الصراع في تلك المنطقة وأعتقد الحرب بينهم لن تتواشع وهل هذا صاروخ رامبيج الذي استخدمته إسرائيل في ضربتها ضد إيران هل هو فعلا من المفاجأة والأسرار التي كانت دائما قبل الضربة كان ما يتحدث بها وزير الدفاع المقال يؤف جلانت عن حجم الضربة وهول الضربة وأن إيران ستذهل وتفاجأ بها هل هذا صاروخ هو فقط الوحيد من ضمن المفاجأات أم أنها ربما المفاجأات أخرى ستظهر قريبا أعتقد أنه لا توجد مفاجآت لكن هذا الصاروخ هو مستو أنه يعني صعب ويكون الموقف معقد بالنسبة لاستهداف من قبل منظومة الدفاع القوي نحن نعلم أن الصواريخ التي تطلق من الطائرات هي الصواريخ قروز أو القنابل الإنسلاقية أما الصواريخ البوليستية بتطلق من الأرض وبالتالي بيكون معروف الاتجاه الذي تطلق منه وبالتالي يتم استهدافه وتدميره لكن الصواريخ رامبيج ده بيعتبر صاروخ بيطلق من الجو الأول مرة فعلا هناك تقدم وهناك تكنولوجيا في إطلاق هذا الصاروخ هو يعني بيطلق من أماكن كثيرة من خلال الجو وبالتالي بيصعب تدميره وتتبعه ورصده من قبل منظومة الدفاع الجوي التي تعتبر متقدمة إلى حد كبير من قبل إيران وخاصة منظومة الدفاع الجوي الروسية SS300 بل هناك بعض المحللين بيقولوا أن هناك منظومة SS400 تعتبر دي أكبر تقدما في مجال منظومات الدفاع الجوي اشتركوا في القناة